حدثنا الوليد بن مسلمين أبو العباس الدمشقي بمكة أملاء قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني يحيى بن جابر الطائي قاضي حمصة قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نوفير الحضرمي عن أبيه أنه سمع النواس بن سمعان الكلابية قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة نخليف لما رحنا إليه عرف ذلك في وجوهنا فسألناه فقلنا يا رسول الله ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل قال غير الدجال أخوفني عليكم فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيج هدونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفة على على كل مسلمين إنه شاب جعد قطط عينه طافية وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق فعاف يمينا وشمالا يا عباد الله اثبتوا قلنا يا رسول الله ما لبثه في الأرض قال أربعين يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وصائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي هو كسنة أيكفينا فيه صلاة يومين وليلة قال لا اقدروا له قدره قلنا يا رسول الله فما اسرعه في الأرض قال كالغيث استدبرته الريح قال فيمر بالحي فيدعوهم فيستاجبون له فيأمر السماء فتمتروا والأرض فتنبتوا وتروحوا عليهم سارحتهم وهي أطول ما كانت ذرا وأمده خواصر وأسبغوه ضروعا ويمر بالحي فيدعوهم فيردوا عليه قوله فتتبعه أموالهم فيصبحون ممحلين ممحلين ليس له من أموالهم شيء ويمر بالخربة فيقولوا لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسي بالنحل قال ويأمر برجل فيقتل فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل إليه يتهلال وجهه قال فبينه وعلى ذلك إذ بعث الله عز وجل المسيح ابن مريم عليه السلام فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا يده على أجنحة ملكين فيتبعه فيدركه فيقتله عند باب لدن الشرقي قال فبينما هم كذلك إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى ابن مريم عليه السلام أني قد أخرجت عبادا من عبادي لا يداني لك بقتالهم فحوز عبادي إلى الطور فيبعث الله عز وجل يأجوج ومأجوج وهم وهم كما قال الله عز وجل من كل حدب ينسلون فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل فيرسل عليهم نغفا في رقابهم فيصبحون فرس كموت نفس واحدة فيهبط عيسى وأصحابه فلا يجدون في الأرض بيتا إلا قد ملاء هزهمهم ونتنهم فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل فيرسل عليهم طيلا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله عز وجل قال ابن جابر فحدثني عطاء ابن يزيد السكسكي عن كعب أو غيره قال فتطرحهم بالمهبل قال ابن جابر فقلت يا أبا يزيد وأين المهبل قال مطلع الشمس قال ويرسل الله عز وجل مطرا لا يكن منه بيت وابر ولا مدر أربعين يوما فيغسل الأرض حتى يترك هكى الزلافة ويقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي باركتك قال فيومئذ يأكل النفرو أن نفرو من الرمانة ويستظلون بقحفها ويباركوا في الرسل حتى أن اللقحة من الإبير لا تكفي الفئامة من الناس واللقحة من البقر تكفي الفخيذ والشاتة من الغنام تكفي أهل البيت قال فبينهم على ذلك إذ بعث الله عز وجل ريحا طيبة تحت أباطهم فتقبض روحا كلي مسلمين أو قال كلي مؤمئ ويبقى شرار الناس يتهرجون تهرج الحمير وعليهم أو قال وعليه تقوم الساعة حان الوليد بن مسلمين قال سمعت يعني ابن جابر يقول حدثني بسر بن عبيد الله الحضرامي أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول سمعت النواس بن سمعان الكلابية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا وهو بين أسبوعين من أصابع رب العالمين إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه وكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك والميزان بيد الرحمن عز وجل يخفضه ويرفعه حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية يعني ابن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه أن النواس بن سمعان الأنصاري قال وكذا قال زيد بن الحباب الأنصاري قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم محاك في صدرك وكرهته أن يطلع الناس عليه حدثنا عبد القدوس أبو المغيرة الخولاني قال حدثنا صفوان يعني ابن عمر نحدثنا يحيى بن جابر الطائي عن النواس بن سمعان قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم محاك في نفسك وكرهته أن يعلمه الناس حدثنا زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح قال سمعت عبد الرحمن بن جبير بن نوفير الحضرمي يذكر عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم محاك في نفسك وكرهته أن يطلع الناس عليه حسن الحسن بن سوار أبو العلا حدثنا ليث يعني ابن سعد عن معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا سراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط صوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرجوا وداعا يدعو من جوف الصراط فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه والصراط الإسلام والسران حدود الله تعالى والأبواب المفتحة محارم الله تعالى وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلمين حدثنا عمر بن هارون عن ثوري بن يزيد عن شريح عن جبير بن نوفير الحضرمي عن نوسي بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبنت خيانة تحدث أخاك حديثا هو لاك مصدق وأنت به كاذب حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية قال حدثني بحير بن سعد عن خالدي بن معدان عن جبير بن نوفير عن النواسي بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ضرب مثلا صراطا مستقيما على كنفي الصراط صوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور وداع يدعو على رأس الصراط وداع يدعو من فوقه والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيمين فالأبواب التي على كنفي الصراط حدود الله لا يقع أحد في حدود الله حتى يكشف ستر الله والذي يدعو من فوقه واعظ الله عز وجل حدثنا يزيد بن عبد الربه قال حدثنا الوليد بن مسلمين عن محمد بن مهاجر عن الولدي بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نوفير قال سمعت النواس بن سمعان الكلابية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤت بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمهم سورة البقرة وآل عمران وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد قال كأنهما غمامتان أو ظلتان أو سودوان بينهما شرق كأنهما فرقان من طيل صواف يحاجان عن صاحبهما